أربع سنوات صارت الخيام لهم سكناً والعراء وطناً مأساة النازحين في اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم حسب الأمم المتحدة خلفت الحرب أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة إلى مساعدات وسط تصاعد أرقام ضحاين عدم الأمن الغذائي الحاد مئات الأسر اليمنية لجأت إلى الخيام المؤقتة بحثاً عن حياة آمنة فيها إلا أنها تواجه صعوبات في تأمين الطعام والشراب فضاً عن حرمانها من الحد الأدنى لشروط صحية أوضاع النازحين تتدهر بوتيرة متسارعة جراء عدم مصادر الدخل وغياب الإسناد الدولي والمحلي لهم ففي مأرب وحدها يوجد قرابة 31 مخيماً للنازحين بعد أن أصبحت مأرب أكثر الوجهات استقبالاً للنازحين منذ اندلاع الحرب تقول الإحصائيات أن عدد سكان مأرب ارتفع إلى أكثر من سبعة أضعاف نتيجة النزوح لكن هذه الأعداد الكبيرة لا تراها المنظمات الإغاثية والإنسانية خصوصاً تلك التابعة للأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى باستثناء عدد يسيراً جداً من الهيئات الداعمة للنازحين مدير مكتب الشؤون الاجتماعية في مأرب انتقد تجاهل المنظمات الدولية لمخيمات النزوح وأعداد النازحين الذي تكتظ بهم المحافظة مؤكداً بأن مأرب تحتضن 31 مخيماً للنازحين من مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية إضافة إلى آلاف النازحين الساكنين في منازل تحيطها ظروفاً في العيش بالغة الصعوبة ليست مأرب وحدها من يغيب فيها النازحون بمعاناتهم عن العين الإنسانية ففي عدن وأبياً ولحش تعيش عشرات الآلاف من الأسر ذات المصير خصوصاً نازح محافظة الحديدة التي شهدت أعلى موجة نزوح وأقتاها